ازايكم الشباب عاملينا رب كنوا بخير مش عارف اجبهالكم ازاي لقيت صيدة تمام الشباب حطوها في التحالف فاروحت حشد فاتصفرت كالعادة يعني صيدة سهلة 800000 تيفور من كل نوع حكيت حاجة سهلة كده فصفرته اتفاجئ بالشخص ده هو تقريبا ان هو مش عارف يدخل على حسابه تمام هو مش عارف يدخل على حسابه فبدأ يشتمني من حساب تاني يقول لي 3 سنين بتابعك يا ابن تيت يا ابن تيت يا حرق تيت ابوك كذا امك كذا اختك كذا وفضل يشتم شتايم هوريكم الشتايم بتاعته فضل يشتم كمية شتايم غريبة طب انا اسألك سؤال يا بني ادم يبراس مربع لو انا ما كنت الصفرتك ما كان هيصفرك حد غيري لو نفترض مثلا لو انا ما كنت الصفرتك ما كان هيصفرك حد غيري ما انت الدرع بتاعك واقع ومش عارف تدخل للالعب بتاعتك وجيشك قليل ايه يعني مش فاهم ولو حد غيري كان صفرك كان عادي يعني هتقول له صباح الزبدة ولا ايه مش فاهم مش فاهم انا العقلية عقلية اقسم بالله بتاعت بني ادمين مريض دكين موليلا شوف انا انت فاصل عندي شايف ان البقاء خلصانه طبعا اا من هنا بوجه رساله لويه بطلوا بتقول لا يعني فينا شوية ااا زمنت صفرتك كتير والله يعني لما كنت اللعبة فتحت سبحانالله سبحانالله والبقاء خلصانه المهم اه الباشا اللي صفرني كان عربي فبعت الرسالة بيقول لي ايه خلي ها تعطيك فلوس وترجع جيشك اللي راح قلت له ماشي انا هاخدهم من الهاح بتاعتك انت اه معلق المهم ايه فضل ان انا هو نشتم بعض لان هو اللي شتمني هو مصفرني وبعت الرسالة بشتمني كمان يعني بيستفزني فانا رجعت الفخ بتاعه ورح تمزلت الفخ اختله وعملت منه بطاطس مع حمير واثرت القوت بتاعه وارتحالت بيه وطلبت فدية مردش يدفع فكان ليه كان ليه جماعة اصحابي هنا التحالف عربي بس كانوا بيخافوا منظلهم يعني جوبنا لابعد الحدود كانوا بيخافوا فك الدراع اصلا الا في اصدام الممالك اليوم فكين الدراع دي نزل بطة البلدي كده على الحصن الوادي عزز بجنده ويجري هم كانوا بيعملوا كده بس المهم ايه بتقولهم صفروا الواد ده من غير قائده بتعالولي لا مش من غير قائد ده حاطت مهداته يعني جدعان والله القاد بتاعه معايا المهم بحثت لهم الموقع بتاعي عشان تأكدهم القاد معايا قالوا لا القاد معاك راح ومكلمين واحد في المملكة الصينية دخل معاهم التحالف وبالعافية كانوا بيطلعوا عليه حشود مليون ونص مليون ونص انتم متخيلين بيفللوا مليون ونص بالعافية المهم ايه ربنا كرامهم الواد الصيني راح جايب صحابه في التحالف وراح ايه بيطلعوا ايه الحشود فل المهم اول حشد اه الواد الصيني رجع بالتقرير تاني حشد رجع بالتقرير كل ده مولعش تالت حشد اه برضو رجع بالتقرير تقريبا الواد كان صاحي وكان بغير مصفوفة لانه كان جيشه في حدود التمانية مليون تمانية مليون دي زمان كانت زي ميت مليون دلوقتي كده الجيش المهم اه بس هو كان عنده التي فور قليل والتي تو كانوا كتير المهم ده فضل يحشد مش عارف يولعه فالواد الصيني اخر ما زي مش عارف عمل ايه راح جايب واحد تاني اقوى منه سيكا او كلمكم ايامها كانت المعدات اسطوري استثنائي اللي كان بيبقى معه خرافي ده كان بيبقى المهم جاب واحد خرافي فرسان ضرب واحد فرسان ام ولع وحرر كل القضاء ايه من عنده فالواد ده راح بعتلي في الخاص وفضل يجتمني بيقول لي بتبعتلي ناس تعمل كذا 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 ده انا هعمل قطولوا انت قادر تدرع قال لي انا مش هدرع ومش عارف ايه وهنام برضو هنا في مكان ورجع وهو مولع راح الولى الصيني الولى الصيني راح حشد حشد ثاني وراح ضرب حشد ثاني المرات ايه راح ايه جابوا لمس اكتاب بلعوا كاونتر جامد فراح ضرع زي النرم كده وفضل بقى استريم لي بقى الليل كله باعت رسائل شي تاهم وبتاع وانا كله ده مستمتع لان لان اه هو لما صفرني انا مكنش هدخل هشتم ولا اي حاجة لان عادي طبيعي انا نسيت الدرعة اتصفرت بتحصل مش مهم من اللي صفرني المهم ان انا هرجع جيش ده فاهميني ازاي مهم ان انا هرجع جيش ده وهارجع على عالتاني عادي خالص فهو لما صفرني اه بعدت رسالة شتاهم تبتبت بتشتمني ليه يا معلم مش مني ليه المهم الباشا ده اللي كل الشتاهم مش هتعمالي يقول لي انا بتابعك ومش بتابعك الوقت انا في ناس بالتباني بتنزل تفخ خليه ماشي اثر الكائد بتاعي حشتمه حشتمه بالام والاب والاخت واسبه بقى وقول له يا ابن اللي لان ليه واحد نزل وفخخ ليه اثر الكائد بتاعي انا صفرته عادي هو اللي جايلي مش هانا اللي رحت له فيه فرق لما انت انا جيلك وبقى عارف ان انت ان انت بتتبعني وراح مصفرك وحاطت عليك وكل اللي انت شايفه ده يحصل مني انما انت اللي جايلي انت جاي مملكتي انت جاي من المملكة عندي كنت بتفخ للشباب ده الكلام بتاع الشباب قالوا ان انت كنت بتفخ ليهم وكنت بتعمل نوش في المملكة كل شوية فك الدرع وعايز تستاضر كحيانين بتاع التحالف عشان تبلعهم تمام وبعدين انا انا اا في اصدام الممالك والله العظيم لما عرفت ان فيه واحد بيتابعني في اصدام الممالك واااا وكده قال لي الغي الحشد يلغي الحشد يا سطوف والله لازم لغيت الحشد مع انه كان حمى وكان يعتبر صيدة وكلمته في القوتوره بص قوعد فعل حمى تاني انت بص حلويات لا بعد الحدود انت لو حد شافك تنين هبص ايا كان نوع الحشد هيضمرك فما تفعلش حمى تاني حلويات لا بعد الحدود وخلي بالك ما يعني ايه ما تفعلش حمى تاني قال لي تمام شكرا طب انا انا عايز اخلص الفرد عايز اخلص الفرد بطوله والله انا ما عنديش جيش بس انا عندي فكرة حلوة قال ليه الفكرة قلت له انا احشدك تي حشد تي تو كده تخلص بي الحدس اللي مقاشي بعدين قلت له لأ ملاش حشد تي تو تعال احط جيشك في مخيم وانا هفضل اضربه لك لحد ما آآ انا خلص لك الحدس بس حط نمية الف تي فور وحط ضربه طوله ايه قال لي في شوية تاني هو ضربت في ضد ما كده حد بخلص طوله الحدس والمأمورية عدد بسلام برضو كان فيه تحالف اسباني لعبت معاهم فلما شفتهم في الصدام الممالك والله مردت احشد حد منهم وهو والتحالف بتاعي يشهد ان انا مردت احشد حد من التحالف الاسباني فيهم لا انا لعبت معاهم لعبت معاهم فمستحيل ان انا اخضر بيهم وهم عارفيني يعني الولا الولا كان معاهم وات كده مش تمام ازاي بقى انا عاش حضرتك تكنعني ازاي اسباني دخل كلمنا على طول تمام فاكرني وقلت له انت لسه لحد دلوقتك احيان افضلت يتممر عليه طيب انا ليه عملت الفيديو ده عملته عشان ان انا لميت حسنات في العشرة الاخر من رمضان بفضل هذا الشاب الراقي المتعلم المهزب بس انا عايز اقول له حاجة الكلام سهل الكلام سهل بس الفعل اصعب يعني فاهم يعني انت تخيل كده ان انت تقول الكلام انت بعدته لده في وشي وشي كده مش هخليك مش هخليك حرفي يعني انت بس مش هتبقى موجود يعني حاجة كده خيالك ما يتخيلهاش المهم لحد هو موجود لحد الوقت هو موجود في المملكة برضو ومن غير الدرع وما فيش اي تحركات شفته على البوت فيش اي نشاط على الحساب فالظاهر كده الحساب بتاعه يتقفل منه يتسرق حاجة حصلت في الحساب هو مش عارف يدخل عليه بس ده هو حد دلوقت هو مش عارف يدخل عليه انا لو اللعبة تفتح الرخمة بنت الكلب دي كنت وردكو الرسائل بس انا هورها لكم في الفيديو يعني الباش هتصفر من هنا ماشي لما بدأ يشتبني بقى واتلأ ده نازم اخذ القاد بتاعك ابايته معايا ابايته معايا لازم يبات معايا القاد مشكلة هو ما دخلش شتامنا بس لا ده شتام من الافراد الاسرة كلها وطالبا كان هيشتم لسه كوكب الارض بس الحمد لله ايه الظهر اا اا معرفش بس انا قلت انا قلت لازم اللعبة اا اا اي جي جي لازم توضح حد للشتايم وهيبقى الحد ده قوي ويكون اا حد مدمر يعني بصوا زي مثلا لو واحد شتمك من حساب من حساب مش من حسابه شتمك مش من حسابه يعني هو حسابه الاصلي اا اا ما مسلا ان هو نفترض ان احنا اللعبة نزلت قانون اللي يشتم الحساب بتاعه يبلعبان امين ما هو ممكن يعمل حساب جديد ويشتمك منه هنقول تمام تشغيل دماغ بس فيه حاجة اسمها بان اي دي وبان اي دي ده معناها اللعبة تقدر تعمل بان للموبايل بتاعك كله من الاخر الموبايل بتاعك ما يقدرش يدخل اللعبة نهائي خلاص بان اي دي البان اي دي ده معروف فالعاب كتير ومعظمها لعب شوتر لان الناس اللي بتفتح هاك بتاخد بان اي دي البان اي دي ده اللي بيد دوبان للجهاز بتاعك نفسه كله كده هتقول لي افتح وبين افتح بتاع الاهوة بان اي دي يعني الاي دي بتاعك تقريبا البروسيسور فبيرزعوك بان في البروسيسور فبالسلامة طبعا كانت الناس ايامها ايام ما كانت بتعمل بيحصل كده في لعبة تاني عرفها انا فكانوا بيغيروا البروسيسور عشان يرجع يلعب تاني ممين فياريت اللعبة تنزل الحاجات دي ويكون الشتايم ياريت ياريت يعني لما حد يبعتلك الشتيمة تاخدها سكرين وتعمل بها ريبورت ده غير ان انت تعمله ريبورت ابلاغ من اللعبة ذات نفسها امين ولو اي جي عملت الحركة دي اقسم لكم بالله ما فيه حد هيجرؤ يشتم حد هتلاقيهم عايزين يجبوا بعض يقول له تعالى هيشتموا في العام انما يدخلوا خاص مايقدرش يشتموا في الخاص مايقدرش يشتم حد في الخاص وحتى لو شتمك في العام برضو نفس الفكرة فبكده اللعبة هتخلي الناس اللي بتشتم دي تيحطوا لسانهم في ايه جوة بتاع وصلكم فانا بالله يا اي جي جي مش عارف انتوا انا مكاني مش هنا اي جي جي انا مكاني مش هنا يعني بدكم حلول نفذوا يا جدعان اي حاجة نفذوا اي حاجة انا ولا طالع اطلب جواهر ولا طالع اطلب احداث ولا طالع اعمل حاجة ولازم اكون سفير وفوق دماغي تربوش عشان خطر تسمعوا الكلام بتاعنا يعني لازم لازم باقي يعني مش عارف انا مش عارف ايه ده انا مش عارف ان احنا راح يبين فعلا اللعبة تتحرك لازم اللعبة تتحرك زي ما انتم عاملين في ال Tiger قوانيين وPERCE والllie يشتم يخطبا واللي يعمل spoke يعمل مش عارف اى لا اعملوها في اللعبة أولا اعملوها في اللعبة بس ويا ريتって شدا وعاء العرب شوية 아�شان انا شايف ان تكون انا جانب باب محترمين زيادة من الليobs يعني انا في واحد ان برح لعبنا صاح التنين وكسبناهم الواحد دخل يقول انت بتلعب حلو وكله تمام وزيل فل لما لعبنا ضد العرب دخل الواحد بيقول انت عامل نفسك يا ابني انت عامل تي 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 ايه ده في ايه يا جدعان في ايه في ايه واحد يقول لنا صايم ما تخلينيش افطر عليك ايه ياه بل تفطر علي ازاي وانا عجوة لا حول الله يا رب اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى اللي تحب تكلمني تقوللي مرسي ويعطك الصحة وعجبني نقولها يا رحم والديك وهذا هو المستوى الثقافي نتاعل مش نحبر بي واللي تحب يتسبني نقبل السب واللي حبيعير ونقبل أنا راني تابع شباب الثورة ولي يحب يسيب لي نقبل أن نقبل نقط نقبل كل شيء نقبل كل شيء إلي يا عين هما حاجة واحدة رو يتعدى علي تقولك هيا راني مي موين ثم انتعصت موين راني مي موين 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 I am you إشتركوا في القناة